فإذن البشريات إنه الناس زيل وقعوا معنا إذن زال الهاجس الكان بأجج الأرضية منظلامية والنظام البايد زيلناه إذن دي بداية الطريقة الصحيح لتحقيق السلام هنجي أن إحنا للآليات أنا بعتقد أولى الآليات هتكون الحوار لكن الحوار ما يبتدي بين إحنا وإنتم يعني ما يتوقعوا ناس الحكومة إنه الحركات المسلحة والوفد الماشي إنه ده حيقدموا لهم حاجات أو ده حيقدموا محاصصة اللي يزللنا نعاني منها 30 سنة كل المحاصص يبتدي في قسمة السلطة والسروع كيف يجب أن يمكن أن نتجاوز هذه المحاصصة لأنه الآن أصبحت واقع معاش نتجاوز هذه المحاصصة أولا نحن تشكلت حكومة وحكومة انتقالية تعالوا يا جماعة ورونك كيف حنبني نحن السلام نحن عندنا معضل الأساسية هون بتكلموا عنها إنها جزور المشكلة طيب جزور المشكلة إذا نحن جينا حللناه إنه التنوع التاريخي لم نستصحبه معانا حس في التنوع المحاصر يعني نحن بدت الدولة السودانية نعم كويس منذ الغدم يعني لو أخذنا ممالك النوبة عاصرت الفرعنة بعد ذلك جات دولة كوش بعد ذلك جات الدولة المسيحية سبعة قرون ثم بعد ذلك جات الهجرات العربية دخلت كويس تكونت دولة السلطنة الزرغاء ثم جان المستعمر التركي ده كان أول قيام للدولة السودانية الحديثة المستعمر التركي خل دولة مركزية وكان عنده ثلاثة أهداف اللي هو دائر الرجال ودائر المال الزهب ودائر المعادن النفيسة عشان يستأثر بها عشان يودالي الباب العالي نحن لما نجينا حكوماتنا فشلت من ستة وخمسين لحد ما جات الحكومة الحديثة دي نحن ماشينا في نهج النفس بتاع الدولة التركية عشان كده دي جزور المشكلة وهناك الناس فشلت ان دي دولة جات حكومة جديدة مركزية ما خلت التطور الطبيعي لشعوب السودان ومناطق السودان وغاليهم تنمو النمو الطبيعي بتاعها فرضت على حاجة قصرية ظهرت النخط مشت في نفسها دايدا استخلصت انا هتكلم بصراحة من الشعب السوداني ودخلت في جيوبة فنحن بنعرف انه شغلوا اجدادنا سخرى صح؟ عملوا امبراطورياتهم والاقتصادية اذا كانت دي جزور المشكلة نحن عندنا 570 قبيلة عندنا اكتر من 500 لهجة جاتنا هس في الفترة الاخيرة من الاستغلال الى الليلة دار تدخل كل النازل في مكون عروبي اسلامي اذا دي جزور المشكلة احنا نضطرقنا لا هنا من خلال هذا البرنامج نحن نحل هذه المعضلة بالحكومة الجاد جديدة تقبل هذا التنوع لانه المشكلة انه احنا ما قادرين ما بين التنوع التاريخي والتنوع المعاصر ندير هذا النموزج احنا نتجم قوة ودفع للمجتمع السورة